مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في بيان رسمي في بيان رسمي محترم محترم جدا حيب بقى البيانات السريعة كده اللي بتخلص الأمور بص قال إيه يسمين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مصابقة الدوري ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القواية بين إدارة وجمهور الناديين ويعلن مجلس الإدارة رفضه تام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أي أن كان انتمائها وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهرية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية ويتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقديل لربطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النهاب أحمد دياب وكافة الجهد والأجهزة المعنية للكرار التاريخي بزياد أعداد الجماهير المشددة على ضرورة الاستغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من ملعبنا لما فيه الخير للجميع الوطننا الحبيب مصر وتلكم أن حصل شوية منواشات جماهيرية بعد المباراة مباراة وقالنا أنه ده ما كانش المفروض يحصل وإحنا فرحانين وسعداء أن الجماهير بترجع بكسرة والجماهير كان شكلها حلو في المدرجات المباراة جماهير الإسماعيل وجماهير الزمالك وبيان بتاع الإسماعيل محترم يعني ماشي على طريق زمان كانت البلاد بتطلع إزاي النادي الإسماعيل يتهم جماهير الزمالك يتهم جماهير الإسماعيل لأ لأ ده غلط مسؤول يبقى كده يقول إن الكل غلطان يا جماعة مش عايزين نعمل كده وعايزين ما يبقى شفيه تعصب لكن أنت لما تقعد تنمي الاتهام على غيرك ما هو أنت كده متعصب زي غيرك زي الجمهور بالزبط بس ده بعين محترم ده بعين مسؤول من النادي الإسماعيلي بصراحة مرحبا